هذا الدين أيها الإخوة قد حوى كل ما فيه صلاح البشرية وصلاح الخلق أجمعين وحذرهم مما يضرهم فمن استمسك به فقد هدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إن هذا الدين أيها الإخوة قد جمع الخير من أطرافه ما من خير إلا ودل عليه وما من شر إلا وحذر منه وهذا الأمر يستطيع كل عاقل أن يعرفه وأن يدركه إذا تأمل في جميل صنع الله سبحانه وتعالى وفي أحكامه التي أنزلها على خلقه فإنه لا يمكن أن يأمرهم بشيء فيه مضرة لهم بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به عبادة فهو مصلحة لهم في دينهم وفي دنياهم ولا يمكن أن تستقيم أمورهم إلا باتباع ما شرعه الله سبحانه وتعالى وكل أمر نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه فإن العاقل الحصيف المنصف يدرك أن هذا مضرة خالصة فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن حكمته لم يضيق عليهم بل وسع عليهم في هذه الدنيا ولكنه ضبط مسيرتهم في هذه الحياة وأحاط عملهم وحركتهم بشرعه الحكيم ليستقيموا على ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق من خلق الجن والإنس أن يعبدوه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد ولما كلفهم الله سبحانه وتعالى بعبادته كفل لهم أرزاقهم في هذه الحياة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها